بهدف تغطية الخسائر التي يتعرض لها قطاع الزراعة وتحديداً تكالف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله وتعويض الضرر الناتج عن البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية لتغطية الخسائر بشكل كلي أو جزئي المشروع ضروري كونه يحقق الاستقرار بالعملية الزراعية من خلال تخفيف المخاطر المرافقة للعمل كما سيكون له أثر إيجابي على التوسع بالمساحات المزروعة نتيجة زيادة القدرة الاقتراضية للفلاح من المصارف نتيجة وجود بولصة تأمين على المشروع الزراعي في هذا السياق تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية واتحاد الفلاحين وتمت دراسة كل الجوانب الفنية المتعلقة بالتأمين الزراعي ليتم الاتفاق على إطلاق التأمين الزراعي على الزراعات المحمية البيوت البلاستيكية كمرحلة أولى يتبعها مشاريع تأمينية أخرى هذا بالإضافة لدراسة قيمة البوليصة بالنسبة للتأمين الزراعي بناء على دراسات إحصائية تمتد لـ 12 عاماً سابقة ومعرفة حجم الأضرار التي تعرضت لها البيوت البلاستيكية ومبالغ التعويضات التي أنفقت سابقاً والجدير بالذكر أن تسعيدة بوليصة التأمين تنطلق من مبدأ عدم الربح وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي وحمايته من المخاطر وأهم ما تم الاتفاق عليه تعويض الفلاح لحدود 5 ملايين ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد وزارة المالية ستقدم دعماً للقصط الخاص ببوليصة التأمين الزراعي والبالغ 34 ألف ليرة سورية بنسبة 70% في السنة الأولى وبالتالي لن يتجاوز القصط 10 ألاف وخمسمائة ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد وستتحمل الخزينة 50% في السنة الثانية و25% في السنة الثالثة تأمين التعويضات المالية للزراعات المحمية والمؤمنة من قبل شركة التأمين المعنية الزراعات التي تقع خارج منظومة التأمين الزراعي سيتم تعويضها في صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة اشتركوا في القناة